السلام عليكم مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب غانوك ويزين ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو تنهار اليوم اليوم جدتكم وصفة الكرب اللي كنت حطيتهم معاكم البارح في الانستغام وفي تيكتو وقلت اليوم نعود نحطهم معاكم بطريقة مفصلة في اليوتيوب بطريقة سهلة وتحضروا تم تم ويجوا كما تعبرة يجوا مقرمشين من الجهة الخارجية ومقرمشة وبحشول داخل درتوء بالبانان وشي كوله المهم ان نبدأوا في كلبنا عندنا هنا في غي سي بيون عندنا ثلاثة حبات تاع البيض لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة من الأفضل تزيدوا معاهم ثلاث مغارف كبار تاع السكر ولا تقدروا تدري ما يحبش الحلاوة بزاف يدير زوج مغارف كبار تاع السكر خطش حنديروا معاهم شي كوله درت هنا معاهم ملعقة صغيرة على فاني نخلطوا المكونات غير بالفوي غير هكذا غير بالفوي حتى يتمزجون ملح المكونات ما هي لازم يبيض الخالط او لا اغنى اغنى تخلط السكر مع البيض درت هنا كاس ونصف الحليب قسموا له يحمل ملوف ٢٥ ميلي لتر كي م قلت اليكم قسموا كاس ونصف من الكاس اللي يحمل ٢٥٥ ميلي لتر خلطوهم وهنا هذه المغارف كبيرة تاع السكر تاختيارية لم يحبش اديرها عادي واللي حب يديرها فاني مكلة تاع السكر مغارف كبيرة تاع السرط المكونات وبنفس الكاس اللي درنا با هل لنلوم نظر الحليب الأخير ورشة الملح الكاكا من أفضل التي تكون النوعية مليحة وبعد ذلك الملحة وكما قلت لكم لا أتمنى أن يدرهم الشوكولة لا يدر شوكولة تختيني وفي بلص يزوج مغارف كبار الكاكا ويوفر مغارف كبار الكاكا وضع الفارينة مع الكاكا هنا بعد ان تخلطوا المكوينة الجفة مع البيض والحليب تخلطوا الزيت وما للذيت والذيت والأخراني كما قلت لكم الثلاث مغارف تعزيت. نخلط المكوينة التعنا غير بالفوية. لا تستخدموا الميكسر لكي تكون لديكم نتيجة مليحة. هنا بعد مخلطوهم مليح ضروري لازم تصفو الخالط التعنا. هذا الخالط التعنا تقدر وتخلوه فريجيدار يريح شوية. ولا تبدو تخدمو بها. خلوه غير خمس دقائق عقدك وبدو يخدمو بها. انا خليت قوة نصف فريجيدار يكون مغطي لكي تستخدم به. هنا في المقلة التعكم الخاصة بالكرب. انا عندي هذا المقلة كبيرة لدائر هالكرب. كما رأ تشوفوا القطر التعها بزيف كبير. انتو ما استخدموا المقالية تكون عندكم. وتكونوا داهنينها من قبل بالزبدة. انا بديت مطيب هنا في الكرب بتوعي كما رأيكم تشوفوا درت طباقة رقيقة ضروروا ديروا طباقة رقيقة بش يجوكم كي تقلبوهم ودخلهم يتحمروا يجوكم مقرمشين من بره. هنا يا كما رأيكم تشوفوا كي تبدو تشوفوا الحبة التعكم بدا تتنشف هكذا يا ويغماق اللون التعها ويبدو اللي كوتي يتتوحى شغول يتقرمشوا هادو كلي كوتي ويطل او شغول يخرجوا وحدهم لتمك بش تقلبو الحبة التعكم بش تحمر من الجهة ثانية. وباش جيكم كرب تكون منقرم شاكمات عبره ويجيكم هكذا كتشبه لتع المحلات اللي يناكلوهم بره. ديروا طباقة رقيقة ملافات التعكم بش تطيب لكم مليح. ولازم تكون ضروري تطيب على نار قليلة. لازم ضروري انها تطيب على نار قليلة الكرب بتاعكم بش تطيب لكم مليح. هنا بعد ما تحمرت لي هكذا ويطلعوا هدو كليكوتي كما رأيكم تشوفوا هم يبانوا بليران من ق نقلبوها على الجهة الثانية تحمرنا شوية. نعود ونردوها كما كانت ونطويوها بها الطريقة على زوج. نحكمو هنا شوكولات تختيني تاعي. انا درت مغرف كبيرة شوكولات تختيني دير وغير في الوسط. هكذا ادهنوها في الوسط بشوكولات تختيني. ولي حبي يطيبهم كامل ويدلهم المعجون. ولا يدلهم كل واحد كيفاش يحبي يدلهم. انا حشيتهم بش كله وهم يطيبوا بش يتحمروا. كما قلت لكم درت مغرف كبيرة شوكولات تختيني في الوسط. والداخل انا ا اخترت ندير البانان. كما لا كنت شوفو درت كل حبا درت لها نصف حبات على البانان قسمتها هكذا طرف. وحطيتها لداخل. ولي ما يحبوش الفاكية يقدرو اكيد ضروري انكم ديروهم بالفاكية ديروهم غير هكذا. تبعوا الطريقة كيفاش نغلقوها بش تتحمر مليح. وانا فضلت من الداخل حبي تنزيد ندير معها حاجات قرمش حكمت باكيت عقوفريط. النوعية حبيتوها تعشي كولة. من الافضل تعشي كولة هكذا بش نكملوها هكذا بيدي بلا ما يترحوه. هكذا بيدي بش تقعد القيطعة تاعو شوية خشينة قرمش. وعمرتو الداخل. وهنا زدرت معاهم حليب مركز محلات على مركة ايلا. هكذا درت منو شوية الداخل وزد زينت به بره. هنا ديرو منو شوية اخد شي بزاف حلو. ويطيقون بنا بزاف هايلا كيماتع بره كيماتع بره كيماتع عرفو. تعبرا يستخدموا بزاف الحليب مركز محلات في الكربة بتوحهم. هنا غلقتها بهالطريقة طويتها من الجهة اللولة. وزيدوا تطوها من الجهة التانية. وفي هاد المرحلة تخلو لي كراب بتاعكم يتحمروا من الجهة التحتانية. خلو هكذا على نار قليلة دايما تكون النار قليلة بش يتحمروا لكم مليح. وياخدو هادك اللون البني الغامغ. واتخلهم بش يدو يرؤي ميلوا لك حولية هكذا. وزيدوا تخليهم يتقرمشوا من الجهة التحتانية. وتحصلوا على الكراب بتاعكم. تحطوهم في تبسيتاكم. تزينوهم شوية شي كولة كما درت انا. ودرت لهم هنا شوية تعلبان انو حبت تعشي كولة من الفوق كذا بش نزين هم. كما قلت لكم تزين اختياري. اهنا زدرت لهم الحلي بمركز محلام الفغر لتزين هكذا. وان شاء الله تكون عجب تكون موصفة نهار اليوم. ما تنسوش اشترك في القناة التفعيل. جرس بش يلحقكم كل جديد وفي وصفة اخرى ان شاء الله.